يوم القيامة مشهد رهيب من هول الأحداث تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات تشهد تغييرا هائلا تخرج الأرض ما في بطنها من عظام وتجمع الخلائق في موقف عظيم حيث تعود الأرواح إلى الأجساد فتبث فيها الحياة من جديد الجميع عراه قلوبهم ممتلئة بالخوف والفزع والرعب إنه يوم كان شره مستطيرا عبوسا قمطريرا ليس الزمان كالزمان ولا الليل كالليل ولا النهار كالنهار يوم عظيم مهيب القلوب تصل إلى الحناجر من شدة الهول والناس في صدمة ورعب ترى الأطفال شعثا وتذهل كل مرضعة عما أرضعت في ذلك اليوم لا نسب يفيد ولا قرب تنقذ ولا حبيب ينفع تبدأ العلامات الكبرى بالتحقق فترجف الراجفة وتتبعها الرادفة ثم تأتي الصاخة والطامة الكبرى تتكشف الأسرار وتظهر الضمائر المخبوءة وينفخ في الصور فيخرج الناس من القبور مسرعين في ذل رؤوسهم مرفوعة لا يلتفتون يمينا ولا شمالا الناس كالفراش المبثوث يتبعون الداعي في ذل وانكسار لا يستطيعون الحياد عن صوته تخشع الأصوات للرحمن وتخفت من هيبته فلا تسمع في ذلك اليوم صوتا عاليا وإنما تسمع همس الأقدام في مسيرتها إلى المحشر وأنت بينهم وجهك مكشوف ولونك متغير قدماك متعثرتان وقلبك ممتلئ بالفزع تنهار من الداخل وأنت تتقدم في ذلك الزحام قلبك عطشان بصرك شاخص نحو النداء تتمنى لو طرت هربا أو فررت من هذا المشهد الرهيب ولكن لا مفر هكذا يحشر الناس إلى ربهم عراتا في أرض المحشر حيث لا مساحة إلا لموطئ القدمين لا أحد يجلس ولا أحد ينام في يوم مقداره خمسون ألف سنة المشهد يزداد رهبة زحام خانق الأنفاس تكاد تنقطع والشمس تقترب من الرؤوس حتى تكاد أن تسهر الجلود تزداد الحرارة ووهج الشمس يتضاعف حتى تكاد القلوب تحترق من شدة الكرب العرق يسيل من الأجساد فيغمر الناس ويتزايد الكرب عندما يؤتى بجهنم إلى أرض المحشر جهنم تأتي لها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وهي تزأر وتزمجر إذا رأت جهنم الخلائق زفرت بغضب زمجرت وكأنها تنتقم غضبها ليس بغضب عادي بل هو غضب لم يغضب الله مثله من قبل ولن يغضب بعده الخلق يرون جهنم مقبلة فتجث الأمم كلها على ركبها من شدة الذل والخوف ثم يخرج عنق أسود من جهنم يتكلم بصوت مخيف إني وكلت بكل جبار عنيد وكلت بمن آذى الله ورسوله وكلت بأصحاب التصاوير هذا المشهد العجيب في الزحام الرهيب والحر الشديد حيث الكل عاري والتدافع على أشده يعلو صوت الحق جل جلاله في هذا الموقف العظيم في ذلك اليوم الذي يشيب من هوله الولدان لا يتكلم أحد إلا الأنبياء ودعاؤهم جميعا اللهم سلم سلم حتى الأم التي ترعى رضيعها تنساه والوالد ينسى ابنه والابن ينسى والده في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ شأن يغنيه في ذلك المشهد الكل يقول نفسي نفسي حتى الأنبياء الوحيد الذي يشفع للأمة هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بينما الكل يطلب النجاة يأتي النبي محمد قائلا أنا لها أنا لها يذهب الحبيب إلى عرش الرحمن فيخر ساجدا فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح على أحد قبله يناديه الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيطلب النبي الشفاعة لأمته فيقول الله تعالى قد شفعتك يا محمد ارجع فإني آتيكم لأقضي بينكم وفي هذا الموقف العظيم تأتي الملائكة صفوفا تعظيما لله تعالى ويأتي ربنا عز وجل مجيئا يليق بجلاله وكماله لفصل القضاء بين الخلق والعباد ما الذي ينتظر هؤلاء المعاندين والكافرين بعد أن أقيمت عليهم الأدلة البينة والواضحة ما الذي سيواجههم إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله في ظلل من السحاب والغمام ليفصل بينهم بالقضاء العادل يوم القيامة في ذلك اليوم المهيب ستأتي الملائكة بأمره لتشهد على الحكم وحينها سيقضي الله تعالى في الخلائق قضاءه العادل ويعود كل أمر إلى الله وحده تخيل المشهد حين تنزل ملائكة السماء الأولى إلى الأرض وعددهم أضعاف أضعاف أهل الأرض فيفزع الناس ويرتعبون ويسألون في ذعر أفيكم ربنا؟ فتجيبهم الملائكة سبحان ربنا ليس هو فينا لكنه آت وسيأتي ويتكرر المشهد مع أهل السماء الثانية ثم الثالثة وهكذا حتى ينزل أهل السماوات جميعا فيغمر الرعب قلوب الناس ثم يجيء الله عز وجل مجيئا يليق بجلاله وكماله والخلائق جاثية على ركبها منتظرة ما سيحدث في ذلك اليوم العظيم عندها ينادى سيعلمون اليوم من أصحاب الكرم فتقوم فئة من الناس الحمادون الذين كانوا يحمدون الله في كل حال ويساقون إلى الجنة بفضل ما قدموا ثم ينادى مرة أخرى سيعلمون اليوم من أصحاب الكرم فيقوم الذين كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع الذين كانوا يقومون الليل ويساقون إلى الجنة بفضل قيامهم وعبادتهم وفي النداء الثالث ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقوم هؤلاء ويساقون إلى الجنة وعند ذلك تبدأ الصحف بالتطاير وتوضع الموازين ويدعى الناس للحساب فينادي المنادي أيها الناس ألم يرضى ربكم الذي خلقكم ورزقكم أن يولي كل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا أليس هذا بعدل؟ فيجيبون بلى فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا وفي هذا المشهد المهيب ترى الصحف تتطاير في السماء فيؤتى أهل اليمين كتبهم بأيمانهم ويؤتى أهل الشمال كتبهم بشمالهم فيلتفت الناس ويرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم على نهر الكثر فيهرعون إليه ليشربوا من مائه العذب ولكن هناك من ستصدهم الملائكة فيقول النبي إنهم من أمتي فتجيبه الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأسى سحقا سحقا لمن غير بعدي ثم ينادى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم وأول من يحاسب رجل كان حافظا للقرآن ورجل مات شهيدا في سبيل الله ورجل كان يملك مالا كثيرا أما قارئ القرآن فيسأله الله ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي فيجيب بلى يا رب فيقول الله فماذا فعلت بما علمت فيقول الرجل كنت أقرأه آناء الليل والنهار فيقول الله عز وجل كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقال له إنما أردت أن يقال عنك فلان قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله ثم يؤتى بالشهيد فيسأله الله فيماذا قتلت فيجيب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقال له إنما أردت أن يقال عنك فلان جريء وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله وأخيرا يؤتى بصاحب المال فيسأله الله ألم أوسع عليك حتى لم تحتج إلى أحد فيقول بلى يا رب فيسأله فماذا فعلت بما أتيتك فيقول الرجل كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقال له إنما أردت أن يقال عنك فلان جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله هكذا سيكون الحساب عدلا من الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا جاه ولا يتكلم فيه أحد إلا الأنبياء ودعاؤهم جميعا اللهم سلم سلم لقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أولئك الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة هم قارئ القرآن والشهيد والغني ففي رواية مفادها أن الله تعالى ينادي يوم القيامة أين فلان بن فلان ليقف أمام الله عز وجل للحساب وعندما يقف العبد بين يدي الله يحجبه الله عن أعين الخلائق ويعطيه كتابه في هذا الستر فيقال للعبد اقرأ كتابك فيقرأ فإذا مر بحسنة أضاء وجهه وسر قلبه فيسأله الله أتعرف هذه الحسنة يا عبدي فيجيب نعم يا رب فيقول الله لقد قبلتها منك فيسجد العبد لله شاكرا ثم يمر بسيئة فيسود وجهه ويضيق قلبه من شدة الحياء من ربه فيسأله الله أتعرف هذه السيئة فيقول نعم يا رب فيقول الله لقد غفرتها لك فيسجد العبد لله مرة أخرى وتستمر هذه الحال حسنة تقبل وسيئة تغفر والعبد في سجود مستمر حتى ينادي الناس بعضهم بعضا طوب لهذا العبد لم يعصي الله قط بينما هم لا يعلمون ما قدار بينه وبين الله في هذا الستر من حساب وعفو ثم ينادى على عبد آخر ويعرض عليه الله تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها كمد البصر فيسأله الله أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا ربي فيسأله هل لديك عذر؟ فيجيب لا يا ربي فيقول الله لكن لك عندنا حسنة لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيسأله الله أحضر وزنك فيجيب العبد مستغربا يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله إنك لن تظلم اليوم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في الكفة الأخرى فتطير السجلات وتثقل البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء وفي هذا اليوم العظيم لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله ويفضحون أمام الجميع كما يفضح الفاجر بفجوره يوم القيامة تذكر وقوفك يوم العرض وأنت عار حائر متوجس تنتظر مصيرك بين يدي الله والنار من غيظها وحنقها تلهب على العصاه ورب العرش غاضب حين يقال لك اقرأ كتابك يا عبدي فتجد فيه كل ما فعلته مكتوبا لا حرف يحذف ولا شيء يخفى وعندما تقرأ تقر بكل ما ارتكبته فيأمر الجليل خذوه يا ملائكة وامضوا به إلى النار فتساق إليه عطشانا متمنيا النجاة فيما ينادى الموحدون إلى دار الخلد في الجنة خالدين فيها أبدا ثم ينصب الصراط على ظهر جهنم ويمر الناس عليه بحسب أعمالهم منهم من يكب ومنهم من يسحب ومنهم من تخطفه الكلاليب فتوقعه في النار لكن الله برحمته يعفو عمن يشاء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يناجي ربه قائلا اللهم سلم سلم حتى يمر من عليه سالما هو وأمته وبعد أن تمتلئ جهنم عن آخرها يخرج الله برحمته أقواما مسلمين منها حتى يبقى أربعة يعاد حسابهم ويؤمرون بالعودة إلى النار مرة أخرى لكن أحدهم يقف باكيا قائلا يا ربي ما كان هذا ظن بك فيسأله الله وما كان ظنك بي فيجيب العبد ظن بك يا رب أنني عندما أخرجتني من النار لن تعيدني إليها فيقول الله له وأنا عند ظنك بي أدخل عبد الجنة فاللهم اجعلنا من أهل العفو والمغفرة وارحمنا يوم العرض عليك نسألك يا ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا جميعا واستر عيوبنا وارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا من أهل الجنة بغير حساب وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتكون دائما على الطلاع بآخر محتوياتنا دعمك يعطينا الدافع للاستمرار وتقديم الأفضل شكرا لمشاهدتك ونراك في الفيديو القادم إن شاء الله شكرا لكم billion